حكاياتنا النهاردة عن ميرفت اللي اتجوزت أول مرة وهي عندها 16 سنة اتجوزت واتطلقت بعد سنة خلفت عيل منه فضلت مطلقة لمدة 6 سنين لحد ما تعرفت على شاب ما تجوزش قبل كده حبها وحبته يوم قرية الفتحة اتمسك في قضية مخدرات فضلت ميرفت مستنية 7 شهور لحد ما طلع براء وراح تقدم لها في الأول أهلها قالوا لها بلاش الولد ده طب يشرب مخدرات ملوش أهل يترد عليهم ميرفت صممت وقالتها غيره وجوزته اكتشفت بعد الجواز إنه هو بيخنها مع امراض صاحبه عملت هاك على حساباته على السوشال ميديا شافت بقى كل الكونورساشنز أو المحادثات بينه وبين كذا ست بس في واحدة كانت المحادثات بينهم صعبة جدا لما واجهته وصدخته بتأسف واعتذر وقال مش هعمل كده تاني بس لما سافر يشتغل براء ميرفت شافت محادثاته كلها اكتشفت إنه بيشرب مخدرات بيروح أماكن مشبوهة بيبعت قاد أو طلبات إضافة لستات كتير جدا في المقابل سيبة هي وبنته من غير مصريف ميرفت محتورة تكمل معي ولا تطلب ترجمة نانسي قنقر